ان شاء الله بتشوف ان الدعم المعنوي سواء من ادارة سواء من جماهير سواء من ساش الميديا سواء اي اطراف من المنظومة الدعم المعنوي وقت لقدر الله الهزيم او الانكسارات او المراحل الانتقالية الصعبة يعني بيكون اهم بكتير من الدعم وقت الفوز طبعا طبعا لان في وقت الخسارة طبيعي اللعيبة بتبقى حسن هي لو يعني يعني حسن انت مش في احسن داون يعني مش حسن انت في احسن حالة نفسية بالنسبة لك فطبعا بتبقى منتظر او مستني الناس القريبة ليك او عيلتك العيلة الكبيرة يعني بالنسبة لك ان هي تكون دعمة ليك وما تكونش اخر يعني دا مش اخر المطاف يعني في الاخر احنا لسه في نص سيزن زي ما انت قلتي عدينا اتنين سيزن ونص تقريبا صعبين جدا صحيح انما انا بشوف ان في الاخر للأسف مش احنا بس السبب في دا في عامل كتير جدا اسباب رئيسية في اللي احنا للأسف كنا وصلنا له دا في الاخر العيب اه وانا انا جواه المطاف زي ما بيقولوا احنا نتمرن كتير جدا يمكن الناس ما تبقى الشايفة دا نتمرن بجد كتير جدا بنتمرن يعني بنتمرن اه بالزبط نحاول موت نفسنا ونتمرن كتير وفي الاخر النتيجة بتاعت ربنا انما بجد في عوامل كتير هي اللي اثارت ممكن احنا نكون جزء منها بس بشوف ان احنا جزء مش كبير منها فيه كان عوامل كتير قوي خلال سنتين ونص هي اللي خلت ان احنا نبتاد شوية عن البطولات مع المنصات التطويق لكن زي ما بقول انا احس ان احنا يعني باكون تراك يعني رجعنا تانية على التراك المظبوط بالزبط انا احس كده اه وهي دي اجواء ان شاء الله يعني الفرية اللي بتكسب بتبقى في اجواء شبيهة باللي احنا ان شاء الله موجودين فيها دلوقتي دي المترجم للقناة